بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالباء طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغة الجميلة دعونا نستعرض معا موضوع درسنا اليوم الرسم الكتابي الحروف المرتكزة الألف والباء والدال والطاء والفاء والكاف والها إذن هل تعرفنا سابقا على حروف؟ نقول نعم تعرفنا على جزء من هذه الحروف سنستكمل اليوم بإذن الله الحروف المتبقية أهداف درسي اليوم فنقول أن يطبق الطالب الإرشادات التي تساعده على الكتاب الصحيح أن يطبق الطالب قواعد رسم الحروف الدال والطاء والفاء والكاف والها بجميع حالاتها متصلة ومنفردة رسما صحيحا إذن سنتعرف على ماذا حروفنا في الجزء الثاني الحروف ماذا المرتكزة؟ فقلنا هناك مميزات لخط النزق فما هي مميزات؟ دعونا نسترجع ما تعرفنا عليه أحسنتم ممتاز قلنا ماذا روعت حروفه وجمال؟ تركيب هذه الحروف أيضا ممتاز رائع حروفه غير مطموسة ما عدا ثلاثة لها حالات الميم والعين والغين أيضا سهولة قراءة الكلمات والجمل أيضا هنا نقول حسنتم حروفه خط النسخ تكون متساوية في الأحجام أيضا رائع والحركات نهتم بها في خط النسخ بكتابة هذه الحركات فقلنا لدينا حروف مستقرة ومرتكزة مثل ما تعرفنا عليه سابقا كان لدينا حرفا أحسنتم ممتاز الألف وماذا والباء تعرفنا عليه وسنستكمل اليوم بإذنه لا الحروف أيضا لدينا الحروف النازلة عن الصدق وقلنا أنها مجموعة في جملة ما هي الجملة؟ ممتاز نصلي شروق جمعة أيضا نتبع إرشادات أثناء الكتابة فلدينا عدة إرشادات سنتبعها أثناءها أثناء ماذا؟ أثناء الكتابة من هذه الإرشادات ماذا كان؟ أحسنتم أولا أنني سأجلس ماذا؟ معتدلا أيضا قلنا ماذا؟ نهتم بنظافة الورقة وترتيبها ممتاز أيضا خط النسخ يتميز بماذا؟ نبدأ الكتابة من أين؟ ممتاز من أسفل الصفحة إلى أعلى ممتاز إذن هذه ماذا؟ الإرشادات وأهمها أن نجلس ماذا؟ معتدل طريقة إمساكنا للقلم كيف نجعل ماذا؟ الورقة أيضا نبعد ماذا؟ الورقة عن أعيننا نبدأ الكتابة من الأسفل إلى الأعلى أيضا نبهنا على نقطة جدا مهمة أننا نكتب جميع الكلمة أولا بإصولها ثم نضع النقط ثم نضع ماذا؟ الحركات إذن ليس من الصحيح عندما أبدأ في كتابة مثلا كلمة أخذ كلمة هنا مثلا قد أقول قرأة هل من الصحيح أنني أثناء الكتابة؟ أبدأ في حرف القاف إذن سأتوقف ثم أكتب النقط ثم أبدأ في حرف الراء ما رأيكم؟ أحسنتم إذن هنا لم أنتهي من أصول هذه الكلمة فالصحيح ماذا؟ أن أقول قارأ ثم أبدأ في ماذا؟ في وضع ماذا؟ النقاط والحركات نستكمل أنا وأنتم رسم ماذا؟ الحروف فانتهينا من معرفة رسم حرف الألف وانتهينا من رسم حرف ألباء لدينا رسم الحرفين الدال والدال بخط النسق أقرأ وألاحظ كتابة الحرفين الملوين اجعل غذاءك دواك إذن هنا الحرفين الملوين أحسنتم حرف الدال وحرف الدال فكيف رسمت هذه الحروف؟ اتباعا لماذا؟ لألأسهم فماذا نلاحظ هنا في رسم هذه الحروف؟ ممتاز نلاحظ عند كتابة حرفين الدال والدال أنهما ماذا؟ يستقران على السطر فنبدأ في ماذا؟ ميل إلى اليمين اليمين ثم نستقر على السطر فهنا لدينا الدال منفصلة أيضا لدينا الدال في آخر هذا الكلمة أحسنتم ممتاز إذن سنتبع ماذا؟ الأسهم إذن نبدأ أنا وأنتم في إعادة رسم هذه الحروف من الأسفل إلى الأعلى واحد اثنان ثلاثة نبدأ معا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل معا إلى الحرف الأعلى لدينا حرف ماذا؟ حسنتم ممتاز رسم الحرفين الطا والضع بخط ماذا؟ النسع أقرأ وألاحظ كتابة الحرفين المنونة إذن لدينا جملة نقرأ بعن من العوامل التي أسهمت في ظاهرة التصحر قلة الأمطار إذن نلاحظ هنا الحروف التي كانت مختلفة ولونت باللون الأحمر كانت أحسنتم حرف الطا وماذا؟ وضع فكيف سيرسم هذا الحرف تبعا لاتجاه الأسهم؟ إذن الرسم سيكون رسما واحدا ولكن الفرق سيكون أحسنتم بوضع ماذا؟ النقطة إذن لاحظوا معي هنا الأسهم إذن لدينا هنا نبدأ من البداية في واحد ثم ننتقل في كتابة الألف في إثنان إذن نلاحظ طريقة رسم حرف الطا إذن ماذا يحوي رسم حرف الطا؟ لدينا رأس ماذا؟ الصاد أيضا لدينا طرف صغير ونلاحظ هنا ماذا؟ الألف نقول أن رأس الصاد سيرتفع قليلا عن الصدر هل سيكتب مرتكز؟ نقول نعم لأنه ضمن حروف مرتكزة على الصدر فنبدأ أنا وأنتم في إعادة رسم هذه الحروف معا من الأسفل إلى الأعلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن نبدأ معا في الاستكمال هذه الحروف لدينا حرف ماذا؟ رسم الفا بخط النص أقرأ الجملة وألاحظ كتابة الحروف الملونة في فصل الصيف يفضل الأطفال الذهاب إلى ألف إذن هنا لدينا حرف ماذا؟ ممتاز حرف ألف فكيف سيرسم حرف الفا؟ نقول أولا لاحظوا معي مكوّن ماذا؟ رأس مفرغ أحسنتم هنا نلاحظ أيضا النقطة فوق الرأس أيضا لدينا عنق ثم لدينا جسم ماذا؟ يشابه أي حرف أحسنتم يشابه حرف ألفا إذن لاحظوا معي لو نتبع معا هذه الأسهم فستساعدنا كثيرا في رسم ماذا حرف ألفا إذن ننتقل أنا وأنتم في كتابة رسم حرف الفا إما منفصلا أو في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو في آخر الكلمة إذن نبدأ معا في الرسم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل معا بعدما قمنا بإعادة رسم هذه الحروف رسم حرف الكاف بخط النس نقرأ معا أقرأ وألاحظ كتابة الحروف الملونة القناعة كنز لا يفنى خير أيامكم يوم الجمع إذن لاحظوا معي هنا الحروف كانت الملونة حرف الكاف كنز إذن هنا في أول الكلمة أيامكم في وسط الكلمة فكيف سيرسم حرف الكاف نقول حرف الكاف سيرسم من خطوتين لدينا الخطوة الأولى ما يشابح حرف الألف ثم نقوم بماذا برسم ما يشابح حرف البا ولا ننسى الإشارة إلى ماذا إلى الكاف إذن لاحظوا معي في الأسهم هنا لدينا الكاف منفصلة ولدينا حرف الكاف هنا في أول الكلمة نبدأ معا في رسم الكاف إما أن تكون متصلة أو منفصلة ونبدأ من الأسفل معا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن ننتقل معا إلى حرف الأخير من الحروف المرتكزة على السطر وهو حرف حسنتم حرف الها بخط النسق نقرأ معا هنا ونلاحظ كتابة الحروف شاهدنا جمال البحر وزرقة أمواجه وتدرجها هنا لدينا الحرف الملون كان أحسنتم حرف ماذا الها فألاحظ طريقة رسم الحرف تبعا لماذا لاتجاه الأسهم فنقول أن حرف الها يتضمن ماذا أحسنتم نلاحظ أنه يتضمن فا متوسطة فهنا رسم الها إما أن يكون في أول الكلمة أو منفصل أو في وسطه أو في آخر هذه الكلمة فدعونا نقوم برسم حرف الها إما متصلا أو منفصلا معا ونبدأ من الأسفل إلى الأعلى في الكتابة شكرا دعونا نبدأ معا في حل التماري إذن انتهينا من رسم الحروف المرتكزة ومعرفة كيف ترسم هذه الحروف نبدأ في حل التماري أرسم الحروف الناقصة البا والفا والدال والطا في الجمل الآتية بخط النص إذن لدينا هنا جمل تنقصها إحدى هذه الحروف وحاول إكمال هذه الحروف وأرسمها رسما صحيحا سريعا في أقل من دقيقة ثم سأستعرض معكم الإجابات إذن بعدما قمنا بإكمال هذه الجمل بهذه الحروف ستكون جمل ماذا؟ فرح الناس لقدوم الصيف ممتاز يذهب الأطفال إلى البحر أعرف طريقة الشاطئ إذن هنا رسمنا الحروف بماذا؟ بالرسم الصحيح لا خمسة تكونت من هذه الحروف الألف والبا والتا والثا والفا والدال والدال والطا والضا مجموعة من الكلمات نريد أن نقرأ هذه الكلمات ونميز هذه الكلمات أضع خطا تحت الأسماء منها إذن الأسماء سنضع تحتها خط أيضا وخطين تحت ماذا؟ الأفعال طب طب أحسنتم نقول هنا اسم دب أحسنتم لدينا اسم ثبت ممتاز إذن هنا سنضع خطين لأنها فعل تبث ممتاز نقول لدينا فعل إذن نضع خطين دف ممتاز هنا لدينا اسم تفتت تفتت أحسنتم فعل إذن نضع خطين بط ممتاز اسم أكون من الحروف السابقة كلمات غير التي كتبت إذن ما هي الكلمات التي قد استخرجها من هذه الحروف؟ لدينا عدة كلمات مثل أن نقول ممتاز أدب أب بذ أيضا حاولوا استخراج كلمات أخرى إذا استطعتم طلابي وطالباتي أرسموا حرف الكاب الناقص بصورته المناسبة في الكلمات الآتية إذن هنا سيكون أين؟ أحسنتم في أول الكلمة فنقول كتا هنا في وسط الكلمة فكيف سيرسم؟ أحسنتم مكة وفي آخر الكلمة كع أحسنتم إذن نلاحظ رسم حرف الكاف أيضا أرسم حرف الهاء الناقص بصورته المناسبة في الكلمات الآتية لأتمم معنى الجمل إذن لدينا حرف الكاف إما أن يكون في أول الكلمة أو في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة فنقول هنا هشام أحسنتم في أول الكلمة لديه في آخرها أحسنتم في آخر الكلمة له والده ممتاز إذن نلاحظ طريقة رسمي لهذا الحر حسب ماذا أن كان متصلا أو منتصلا أخيرا طلابي وطالباتي الكلمات التي تحوي أحرفي سنبدأ في كتابتها معا بخط جميل من أسفل الصفحة إلى أعلاها سريعا نبدأ في الكتابة إذن بدأنا وانتهينا معا من كتابة ماذا الكلمات من الأسفل إلى الأعلى ننتقل أخيرا طلابي وطالبات دائما نقول ماذا تعلمنا في حصتنا اليوم ممتاز إذن أولا تعذكرنا مميزات خط النص صنفنا حروف النص النص من حيث كتابتها على السطر كتبنا الحروف الدال والطاء والفاء والكاف والها بخط النص كتابة ماذا صحيحة إذن طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء